بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك دينا قيما ونسألك يقينا صادقا ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك العافية من كل بلية ونسألك الشكرى عن العافية ونسألك الغناء عن الناس موضوع هذه الكلمة زكاة الفطر قال الله تعالى في محكم تنزيله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويوت الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى قدف لحمن تزكى زكاة الفطر سنة على أعيان المسلمين لقول سيدنا ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين والحكمة منها أنها تطهر نفس الصائم من آثار اللغو والرفة كما أنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفة وطعمة للمساكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم أما مقدارها والأنواع التي تخرج منها مقدار زكاة الفطر صاع والصاع أربعة أمداد أي حفنات وتخرج من غالب قوت أهل البلد سواء كان قمحا أو شعيرا أو تمرا أو أرزا أو زبيبا أو إقطا لقول أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من إقط وهو اللبن المجفف أو صاعا من شعير أو صاعا من ثمر أو صاعا من زبيب والواجب أن تخرج من أنواع الطعام حسب التيسير ووقت إخراجها بحلول ليلة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لفعل سيدنا عبد الله بن عمر ذلك فهو وقت أداء فاضل وهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل الصلاة لأمره صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ووقت قضاء وهو من بعد صلاة العيد فصعدا فأنها تؤدى فيه وتجزئ ولكن مع الكراهة أما مصرفها فهي كمصرف الزكوات العامة غير أن الفقراء والمساكين أولى بها من باقي السهام فلا تدفع لغير الفقراء والمساكين إلا عند انعدامهم ويجوز أن تدفع المرأة الغنية زكاتها لزوجها الفقير والعكس لا يجوز لأن نفقت المرأة واجبة على الرجل وتسقط زكاة الفطر عن من لا يملك قوت يومه إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اسلما